أسعد الله وسائكم أعزائي المشاهدين نأخذكم الآن في تغطية سريعة لآخر تطورات الحالة الجوية التي تتأثر فيها البلاد الآن حالة من عدم الاستغرار مستمر رويانا خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله أدت إلى تساقط أمطار كميات كبيرة خاصة في مدينة الكويت ومدينة الجهرة تجاوزت 15 ملي متر ومستمر رويانا أيضا نشاط الرياح الجنوبية الشرقية تجاوزت الآن 65 كم في الساعة خاصة في المناطق الشمالية الغربية من البلاد تدنت الرؤية الوفقية إلى ما دون 400 متر متوقع أن تستمر رويانا هذه الحالة من عدم استغرار في الساعات القليلة القادمة كما نلاحظ هنا على الشاشة تمركز المنخفض الجوي في شمال البلاد مع استمرار الرياح الشمالية أو الرياح الجنوبية الشرقية للنشطة خاصة على المناطق الصحراوية من البلاد فرص اليمطار متفرقة على الحدود الغربية من دولة الكويت قد تكون رعدية في بعض الأحيان تستمر رويانا خلال الساعات القليلة القادمة مع استمرار تحرك المنخفض الجوي إلى الجهة الشمال الشرقي تبدأ حالة الاستغرار النسبي ابتداء من المنتصف هذه الليلة ومع بداية دخول نهار الغد تبدأ الأجواء بالتحسن مع تحول الرياح لرياح شمالية غربية مع سيطرة المرتفع الجوي من شمال غرب الجزيرة العربية أعزائي المشاهدين تابعونا في نشراتنا الجوية لمزيد من المنتصف